اهلا بحضرتكم جديد ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي ماضي في طريقه ماضي في طريقه سواء في الدفاع او عن استعادة كل البطولات المفقودة هذا الموسم موسم عودة المفقودات باذن الله دور الابطال الافريقي كاس مصر وايضا الدور الممتاز لكن يبقى هناك الكثير في الغربال في الطريق للاميرة يوم الاثنين الاتحاد الافريقي سحب قرعة دور المجموعات لدور الابطال الافريقيا ولكاس الكون فدرالية دور الابطال الافريقيا الاهلي كان على رأس المستوى الاول في تصنيفه كان على رأس المستوى الاول القرعة حطت الاهلي في المجموعة التانية وتقريبا مجموعة مكررة هو بس كل اللي حصل انه اتحط القطن الكاميروني مكان المريخ مكان المريخ السوداني لكن هو الاهلي وصندونز والهلال واضيف القطن الكاميروني دي المجموعة التانية المجموعة الاولى على رأسها حامل اللقب الوداد المغربي معاه بترو اتليتكو الانجولي ومعاه شبيبت القبائل الجزائري وفيتا كلاب الكنغولي المجموعة التالتة الرجاء المغربي معاه حوريا الغيني وسيمبا التانزاني وفايبرز الاوغندي المجموعة الرابعة اللي على رأسها التراجي التونسي معاه الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني دي مجموعة عربية خالصة الزمالك بين التراجي وبلوزداد والمريخ السوداني طيب تملي الجدول أو الجدول للمباريات بيفرق كتير بتبدأ فين وبتبدأ مع مين وبتنهي فين هو ده أهم حاجة بقى سيجن القوة لأن ما فيش مجموعة قوية مجموعة ضعيفة كل الفرق ما بقيتش سهلة تقريبا البطولة حتبدأ أو دور المجموعة حيبدأ كمان شهرين يعني 10-11 فبراير الآله حيبدأ من القاهرة مع القطم الكاميروني ثم يروح مسافر السودان يلعب مع الهلال بعدها بكام؟ بخمس بست أيام الزبوع اللي بعد منه على طول يعني يلعب لو لعب يوم عشر يلعب يوم سبعتاشر فبراير مع الهلال في السودان الجولة التالتة والربعة تملي دوله وراء بعض يعني بتطلعب الآله حيجيله صندونز هنا الأول حيجيله صندونز يوم 24 فبراير بالضبط 15 يوم يعني 7 مارس يكون الأهل مع صندونز في جنوب أفريقيا ويرجع يعيد المطش الأولاني زي ما القطن جاله هنا يسافر الأهل إلى جروة في الكاميرون عشان يواجه الأطن 16 و18 مارس ويختم في القاهرة الختام هنا كويس يعني البداية مع القطن في القاهرة والختام مع الهلال السوداني في القاهرة 31 مارس أو 1 إبريل ده الجدول بالمشوار الأهل بيبدأ في القاهرة مع القط ثم يسافر للسودان للهلال ثم يستقبل صندونز ويسافر له ثم يستقبل أو يسافر له القط وبعد كده في النهاية يلعب مع الهلال في القاهرة شوف أستاذ المرحيم شوف أنا دائما دور المجموعات ما بيكونش أحسن أداء للأهل هذا ما تعودناه هو بيبقى فلسفة جمع النقاط نعم أنت خلي بالك هتلعب ها هتبتدي على ملعبك وبعدين تخرج برة ملعبك في الدور الأولاني وترجع على ملعبك إذن أنت في الدور الأولاني ماتشن على ملعبك ها الدور الثاني بقى هتطلع برة هتطلع برة وهترجع على ملعبك يبقى في الدور الثاني بتطلع ماتشن برة والماتش الأخراني على ملعبك ماتشن وربعة إذن أنت مطلوب منك في المجموعة الأولانية يكون موقفك مريح بقى كفاية بقى إيه زنقى لبنزنقى دي كل مرة وضعا في الاعتبار أن نادي الهلال عامل أرقام قياسية فيها كنادي لم يهزم طيب أنا هعرفك بالهلال وأعرفك بساندونز لأنه من المهم تعرف المنافسين وضعيتهم سواء تاريخيا أو حاليا المستوى عامل إزاي ساندونز يا جماعة فاز بلقب دور الأبطال مرة واحدة في 2016 كانت على حساب الزمالك أنتوا فاكريني حاليا ساندونز بيتصدر الدوري في جنوب أفريقيا اتلعب هناك 12 أسبوع يعني الفريق جاهز كواس قوي 12 أسبوع عنده 28 نقطة فاز في الاثناشر مباراة فاز 9 مباريات يعني فريق برضو تعادل مرة خسر مطشين مازال اللعبة الكبيرة اللي في ساندونز التقيلة أنتوا فاكرينها مازالوا موجودين زي الحارس الأغاندي دينيس أونيانجو والبرازيلي جاستون سيرينو وتيما زواني وإيراسموس وبرتي شلولي كل دول اللي لعبوا مع الآله لأنه تقريبا أكتر فريق واجه الآله في السنين الأخيرة هو ساندونز لعب مع الآله 12 مباراة الآله فاز 5 مرات التعادل 4 مرات وساندونز فاز 3 مرات الآله سجل في ساندونز 14 هدف واستقبل من ساندونز 11 هدف وكان أغربهم وأشهرهم أو أقربهم منهم 5 في مباراة الهديمة 5 في مباراة وحدة كانت غريبة وعجيبة إذن ساندونز قوة عزمة قوية في المجموعة عشان فرقتنا تاخد اعتبارها وتحط في حساباتها ساندونز منافس قوي جدا بعد 12 أسبوع هو بيتصدر الدوري في جنوب أفريقيا وبيحتفظ بكل قوته اللي واجهت الأهلي قبل كده الهلال أيضا الزعيم السودان اتأسس عام 1930 من أقدم الفرع العربية والأفريقية بيتصدر حاليا الدوري في السودان عنده 30 نقطة فاس في 10 مرات هي كل اللي لعبه حتى الآن يعني العلامة الكاملة يعني ده الأقوى باعتبارات الفوز لعب 10 مطشات كسبهم كلهم الأهلي لعب 6 مباريات في الدوري كسبهم كلهم الهلال كسب أو لعب 10 مطشات ممكن تحسب للأهلي مع مرسل كولر لعب 10 مباريات في كل المسابقات سواء في كاس مصر أو السوبر الأفريقي أو السوبر المحلي أو دوري أبطال أفريقيا مع اتحاد المنستيري كولر أيضا بالفوز الأخير ده هو رخر كامل العشرة فاز في عشرة بس الهلال كسب عشرة في الدوري آخر أو أول 10 مطشات له في الدوري كسبهم كلهم هو فاز فاز الأهلي في لعب هو مع الأهلي 10 مطشات في أفريقيا الهلال فاز في أربعة والهلال فاز مرتين وتعادلوا أربع مرات الهلال سجل تمانية الهلال سجل تمانية في الهلال والهلال سجل ستة في الأهلي منافس قوي جدا حيلع في ملعبه الجوهر الزرقاء فريق في ملعبه لا قوي جدا عنده عاصفة كروية عجيبة في كرة السودان دايما فالهلال منافس قوي جدا يتعمل له ألف حساب يا باش مهندس طبعا طبعا وهو مطشاط الأهلي مع الهلال وحتى مع المريخ دايما قوية وتتسم الكرة السودانية قوية ده ديربي ودنيل القطن الكاميروني رابع هذه المجموعة الأهلي كان توج ببطولة 2008 على حسابه في مدينة جروة المدينة دي ولد وعايش فيها عيسى حياته الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي عايش فيها حياته عايش حياته في جروة جروة مدينة مسلمة صغيرة فقيرة لكن فرق القطن فرق تابع على إحدى شركات القطن هناك فعندها قوة لا يستهام بها أقل المواجهات للأهلي مع الفرق الأفريقية كانت مع القط لأهلي لعب معه ست مباريات فاز الأهلي التلاتة وتعادله تلاتة سجل الأهلي التسعة أهداف في القطن واستقبل خمس أهداف لكن قلتلك التتويج في نهائي 2008 كان أبرز مواجهات الأهلي مع القطن الكاميروني التعليق على لقاءات الأهلي مع ساندونز خالد علي المنسق العام لنادي ساندونز الجنوب أفريقي علق على وقوع الأهلي مع ساندونز وقال في تصريح لموقع صد البلد قال لك نلعب مع الأهلي تاني ده نصيب بقى وأضاف إن المجموعة متوازنة فيها الأهلي حامل اللقب نسختين في آخر ثلاث مواسم الهلال اللي سبق له التتويج باللقب والقطن الكاميروني وقال لم أتوقع مواجهة الأهلي مجددا في هذا الدور والسنة الفتت لما ويع دحك ما السنة دي يعمل يبقى قال لك كانت مفاجأة ليا لكننا نعرف الأهلي جيدا والأهلي يعرفنا أيضا وأرى أننا الأقرب بجانب الأهلي للعبور للدور القادم قال لك مع احترامي لنادي الهلال اللي دعم صفوفه وعناصر قوية وأيضا فريق القطن لكن يرى المنسق العام لفريق ساندونز أن ساندونز مع الأهلي الأقرب للتأهل عن هذه المنوع أخذن بما حدث في كأس العالم من السزاجة أن نتكهن خالص خالص احترم الكرة ما أشوف كل شيء ورد طيب مدرب القطن الكاميروني بقى في تعليق له جابريال هامان المدير الفني للقطن علق على صعوبة المجموعة وقال في تصرحات خاصة أيضا لصد البلد قال لك وقعنا في مجموعة صعبة جدا كفاية أن معنا الأهل القوي قوي وكمان ساندونز احنا بنعتبر نفسينا مع الهلال صغار أمام الأهل وساندونز وقال لا يمكن التحدث عن فرصنا في التأهل للدور القادم في ظل تواجدنا في هذه المجموعة لكن أنا سنعمل جاهدين من أجل الصعود ده مدرب شاقي بقى أيوة يخضر الناس يخضر الناس كلها لكن لا ما بش حاجة اسمها كده طيب الدور بقى في التعليق على المتحدث الرسمي اللي نادي الهلال الشقيق هيسم الصوباط اللي قال أن دي مجموعة صعبة جدا لكن الكبار لا يهبون الكبار قال دي مجموعة تعودنا عليها للعام الماضي القطن فريق ضيف جديد على هذه المجموعة لكنه من الفرع القوية في أفريقيا وقال كمان المتحدث الرسمي للهلال الأهل حبيبنا وساندونز فرقة كبيرة والكبار لا يهبون الكبار ده أمر طبيعي طيب منشوف بقى هيسم الصوباط هنا بس أنا بس عايز 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 تعلق على مين فيهم لا هعلق على الهلال السلطان أسمعك الأول هيسم الصوباط المتحدث باسم الهلال في هذا الفيديو وبعد كده يعلق المهن ساعد مجموعة صعبة جدا ودائما الكبار لا يهبون الكبار ومجموعة مدعوذين عليها للعام التاني نفس المجموعة هو القطلي الكاميروني بس لضيف جديد هو ضيف جديد لكن برضو من الفرع الكبيرة برضو في بضيغية ولهو مجموعة في المجموعة الكبار الكبار طبعا حضرتك ما شفت الأهلي وشفت سانداونز قلت خلاق يعني بقىنا حبايب بقى كل سنة الأهلي حبيبنا هو السانداونز هي مجموعة كبيرة والخبير دائما لا يحابك كبير يعني شي طبيعي طبعا حبايبنا كلهم توقعت حضرتك للمجموعة وهل الآلية الأكثر جاهزية أم سانداونز السنة الآلية الأكثر جاهزية في هذا العام دائمين مختلفين جدود مدير فني فلوران معروف في أفريغيا جماهير في غمة الشوق للبطولة وإن شاء الله بإذن الله جاهزين لأخوة هذه المنافضة إن شاء الله حسيت من كلامك النهارك بتقول أن أنتم النهاردة عاملين استعدادكم على البطولة أنكم تاخدوها إن شاء الله بإذن الله وكل الاستعدادات لين البطولة إن شاء الله بإذن الله كل فريق كل فريق من مموعة من مموعة كل بقى له ليحصل الكاز كل فرق المموعة وكل المموعة من أقوى غياء الفرق في أفريغيا شوف سؤال السيف زيار منطقي أي واحد بيشارك عايزك ساب البطول طبعا هدف يعني ما حقولك لا أنا يعني ما الجاية تعمله هو بطل ولابد كلهم أديه عريقة الهلال تحديدا نادي قوي وصعب في ملعبه وحتى خارج ملعبه وإحنا يعني عمرنا ما الهلال ده كان ماتش سهل السنة دي هو أحسن من أي سنة تانية لكن أنا عايز أقول للأستاذ هيسم بتربطنا بالهلال تحديدا والمريخ تصور المريخ دي الات بتربطنا بي علاقات كويسة جدا نفسها دي جدا والتعليقات حلوة عايزين الهلال المنافسة الشديدة ما تخلقش حساسية ولا توتر احنا شفنا كأس العالم وكيف كأس العالم جمع كل الشعوب العربية وراء كل المنتخبات العربية وراء كل المنتخبات العربية فما بلج بي فإحنا والسودان بقى ده احنا اللعيب السودانين اللي لعبوا في الأهل والزمالك وخدوا شعبية وخدوا يعني مكانة عندنا سلمان فارس وأمين زاكي وسابا يووسف وشط لحد النهاردة مستمر معانا رحوا طلعوا على السر جدور غير بقى طبعا السر جدور ده هلاوي هلالاوي جميل رحمة الله وفي الزمالك حد سوالحرج الترسانة بقى كان حد سوالحرج نجوم كبار جدا وقصروا الكرة مصرية فمن فضلكم ليس بالشحن تفوز الفرق الشحن ده زي ما بيوطر المنافس بيوطر لعيبة بتاعتك لانه بيحطهم تحت ضغط من جماهيرهم ايضا اللي شايفة انه لازم يكسبه لازم يكسبه قاديين للعب واحنا حسين انه احنا كل واحد بيلعب في بلده اروح الهلال احس ان انا بلعب مش اهو كده عارف ان الهلال جمهور الهلال هشجع الهلال بس ما اعتديش علي يجي مصر يلاقي كل المعاملة الطيبة من الجماهير المصرية برضو هشجع الاهلي انا هنا في مصر لكن استقبل الهلال بماليق بيه من حفاوة كشقيق تجمع نبيه صلات ازالية عايزين حساسيات الكرة تدوي بها ما تزودهاش ده كلام مهم جدا